بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعض حديثنا مع حضراتكم حول الشمائل المحمدية حول الأخلاق النبوية حول أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إنما بعست لأتمم مكارم الأخلاق يقول الإمام البصير أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدئ منه ومختتم مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم وميلاده حياة للأرواح والقلوب حياة وإحياء للأخلاق والمبادئ الجميلة ولذلك عبر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم بعثا فوظيفة الأنبياء تزكية الأخلاق كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم وظيفة الأنبياء إخراج الناس من الظلمات إلى النور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله ولذلك وصف ربنا سبحانه وتعالى الحبيب صلى الله عليه وسلم بالصراج المنير فقال يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصفه بالصراج المنير ووصف الشمس بقوله وجعلنا سراجا وهاجا والفرق بين الصراج المنير صلى الله عليه وسلم وبين الشمس التي هي السراج الوهاج أن السراج الوهاج نوره يكون معه إحراق فنور الشمس يكون معه إحراق شديد أما السراج المنير صلى الله عليه وسلم نور مع إشراق بدون إحراق النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رحمته صلى الله عليه وسلم ملأت الكون كله أخلاقه صلى الله عليه وسلم هذبت أخلاق المشركين الذين كانوا يتصفون بالقسوة والغلظة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه الطيبة أن يحولهم وأن يبدل الأخلاق السيئة إلى أخلاق طيبة حميدة النبي صلى الله عليه وسلم كما يصفه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله كأنما الشمس تجري في وجهه وإذا ضحك يتلألأ في الجذر أي النور إذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم خرج النور من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم فظهر هذا البريق وهذا اللمعان لمعان النور الذي خرج من ابتسامة رسول الله ظهرت في الجذر في البنيان في الحوائط وإذا ضحك يتلألأ في الجذر ولذلك سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه عندما نام النبي صلى الله عليه وسلم في داره جاءت أمه فأخذت عرق النبي صلى الله عليه وسلم بعد نومه وجعلته في طيبها أي في المسك فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أجعله في طيبي وهي تريد بذلك بركة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم على صبي عرف الصبي من بين الصبيان برائحته لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صافح إنساناً خرجت الرائحة الزكية من يد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق عرفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر من هذا الطريق بسبب الرائحة التي يجدونها بسبب الرائحة الزكية الطيبة التي كانت تفوح من جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو رسول الله أبان مولده عن طيب عنصره قال عنه ربنا سبحانه وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ونحن إذ نتحدث عن شمائل رسول الله وعن أخلاق رسول الله نريد أن نكتسب من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه الطيبة فأخلاقنا تتجمل بذكر أخلاقه صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واحفظ مصر من كل سوء واجعلها في ضمانك وأمانك يا رب العالمين هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته